مرحبا برج الميزان اهلا بكم في القراءة العامل عزائي هل القراءة تصلاح حق الطالع والقمر وايضا الشمسي او اي من الكواكب عندك موجودة في برج الميزان عزيز المتابع ولكن انت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد اذا تنطبق عليك ولا لا القراءة هالمرة رح تكون عاما دور فيها الى اغلب الجوانب خصوصا بخصوص الحياة العملية بشكل سريع وعام الحياة العاطفية واخر القراءة رح نشوف شلي بتكون عندك المفاجأة نبتدي بجانب الاموال ونشوف لبرج الميزان شلي رح يكون عندك متطورات الاموال اربع الخماسيات لما اشوف هذا الكرت احس ان هذا الشهر ما رح يكون في الكثير من التطورات المالية مش لانه انت ما قاعد تجتهد او حياتك متوقفة لا ولكن لانه احس هنا برج الميزان انت حطيت اموالك بداية من قبل هذا الشهر في اماكن ثانية فصرت ما تقدر تستخدمها فخلال هاي الشهر ما اتوقع انه رح يكون عندك الكثير من التطورات المالية هذا الكرت يقولك انت محتاج انك توفر كل فلس او في كل جانب انت استطيع ان توفر فيه تتدخر لانه امامك مصاريف رح تكون شوية غير متوقعة لمحتاج من الحين توفر قرشك الابيض لليوم الاسفد او على الاقل اليوم اللي رح تحتاجه فيه بسبب استثمار او بسبب شي معين انت في بولك هذا الكرت يقولك اتدخر خلي نشوف الحين في الوظيفة للي منكم عندهم وظائف شنو رح يكون التطور عندكم اوكي ستة الاخصان مزيد من النجاح والتطور يا برج الميزان احسني انه خلال من خلال عملك وفي فريق العمل لانت حاليا تعمل معاه في الشغل رح يكون عندك مثل تميز في الفترة القادمة يعطونك مشروع يعطونك مهمة جديدة ام احتمال حتى يكون فيه كرام بينك وبين رئيسائك في العمل بخصوص تحسين وظيفتك تحسين راتبك ام تجديد عقدك اوكي رغبتهم منك رغبتهم ان انت تبقى معاهم ويطولون معاك الفترة توقيع اشوفي هني احس انه توقيع عقود اللي منكم ينتظر تجديد عقود ام وتحسين ايضا اشتراطاتها من ضمنها الراتب ولكن ما ادري ليش من بداية القراءة من هذا الكرت شيف تلك يا برج الميزان احس انه جدا مهم في الفترة الحالية ان تبدأ في الادخار انه رح يكون امامك مشروع مهم حدث كبير تستفر من اجل المال في المكان الصحيح خلا نشوف المشاريع غير غصن المراهق رح يكون في اخبار عندك او سيطك اذا عندك او ردي بزنس يا برج الميزان وانت فتح فتح تصار لك فترة رح يبتدي يبيع صيد عملك يبتدي ام بين الناس ينعرف ان برج الميزان هذا عنده بزنس ناجح تعاملوا معاه اوكي الاخرين يشجعون بعضهم البعض انه يتعاملون معاه بخصوص البزنس اذا كنت تفكر في فتح مشروع لحد الان ما افتتح هذا الكرت يقول لك محتاج انك تجمع معلومات اكثر قبل ما انك تتحمس وتستثمر اموالك لان هذا الكرت يشجعك على الحذر معلومات اكثر بحث اكثر تتعمق اكثر لان هذا الطاقة البيج ما تكون طاقة ناضجة مثل الملكة مثلا او حتى الفارس اوكي خلا نشوف جانب الدراسة البرج الميزان العاشقين في الفترة القادمة امورك الدراسية رح تكون ان شاء الله على احسن ما يروم اشوفي هنا يا برج الميزان انه في عندك شيء كان من فترة يشغلك كان مخل انك مقادر تركز المية بالمية في الدراسة ممكن الحب ممكن امور المادة ممكن مشاكل قاعدة تصير داخل البيت هموم الحياة بشكل عام كانت مخليتك مو قادر تعت امية بالمية للدراسة مع انك موجود في تخصصة حبك ومبدع فيه بطبيعتك حتى وهذا الكارت يقولك في الفترة القادمة رح تسهل عندك الامور يقل الضوضاء في حياتك عشان تقدر تركز في دراستك والامور رح تكون جميلة ومنيحة نفس الوقت خلا نشوفي الباحثين عن عمل خلا نشوفي الباحثين عن عمل كارت برج القوس هذا الكارت دائما احس النام لا تستعجل في قبول اي وظيفة امامك لان هذا الكارت يقولي ان اذا قابلت وظيفة انت مش مقتنع فيها ووقعت عقد بعدين رح تأتيك وظيفة تقول وين كانت عني اوكي رح تأتيك الوظيفة بعدين اللي تحبها او اللي كنت تتمنىها لان الوظيفة اللي تتمنىها وتحبها وبانتظرها رح شوي تأخذ وقت زيادة بس الوظيفة اللي رح تكون متوفرة امامك في الوقت القريب ما رح تكون اي هي القريبة لقلبك و اللي هي تتمنىها عرفت عندك وظيفتين واحدة رح تأتيك بسرعة بس انت مش هر تتكون مرتاح فيها ولكن اللي رح تتأخر عليك اي هي الاصلح لك خلا نتو في الحياة العطفية بالشكل عام ما رح احدد هل المنفصلين او المرتبطين انزل السؤال اللي يقول ما هو توفقت مع الشريك لشهر سبتمبر اوكي ملك السيو اربعة الاكوام شريكك رح يكون اذا عندك شريك او منفصل عن شريكك في الفترة القادمة رح يكون دائما يتعذر بالشغالة انت هنا في طاقة ملك السيو عارف انه ما في مانع عشان انت والشريك مثلا تسوون خطط جديدة اوكي تتقربون من بعض تخطون خطوة جديدة مع بعض انت هنا في طاقة ملك السيو عارف كلا المعلومات التي تحتاجها بس اوه الشريك هني قاعد اما يتلكك اما يتعذر اما يتهرب يصطنع المشاعر حتى حيث الشريكك قاعد يصطنع المشاعر عشان مثلا لو انت مرتبط فيه ما يروح معاك المكان الفلاني او ما يعطيك الشيء الفلاني لو انت منفصلين عشان مثلا ما يأتي يرجع في حياتك مرة ثانية يعرض عليك الزواج او الحم في عنده نوع من لا تأفقف الكسل ايضا شريكك كسول شريكك حب انه يماطل ويؤجل لحد ما تحط على رقبة السيف تتخيره الى الامام او الى الخلف تعطيه خيار هذا الشخص اذا ما حطيت السيف امامه اوكي وطلت منه اتخاذ موقف واضح وما راح منه ومن نفسه اتشوفه هنا خلال شهر سبتمبر يتخذ معاك موقف واضح انزل خلا نشوف على في جانب الصحة يا برج الجزان اللي ما عنده شريك يعني العزاب منكم راح يسوي لكم ان شاء الله قراءة وصفات الشخص القادم في طريقه ثمانية الخماسيات لازم تكون في تغييرات جادة بخصوص اسلوب حياتك اليومي قاعدتك بعضكم يا برج الميزان مثلا كثيرا يتمرن او كثير عندك شي تطيل فيه الوقت ياخذ وقت طويل منك الجلسة امام التلفاز الجلوس على الكرسي العمل المكتبي حتى احرص ان ما يسبب لك اي نوع من عندنا هني سيف الاول اي نوع من مشاكل في الظاهر الانحناء اوقات برج الميزان ممكن ينسى نفسه ينغمس جدا اثناء اللي عمل او اثناء اي شي قاعد يشتغل عليه كون اب كون ام ينسى نفسه فهني تعاني من مشاكل تخص الظاهر كون حذر ان انت دائما تغير وضعيتك تغير حركتك تجلس جادة صحيحة هذا بخصوص الناحية الصحية خلا نشوف الامور القانونية اذا عندكم اي قضية متوقفة او في النظام القضائي كارتين سوف نشوف بدنا كارت واحد بخصوص الامور القانونية بخصوص الامور القانونية بخصوص الامور القانونية اوكي ستة السيوف ام احسيني يا برج الميزان انه راح يكون عندك نوع من التسوية ولكن ما راح تعاوضك بشكل كامل عن الخسائر او الاستثمار او حتى التعب النفس اللي انت تعبته في هاي المنظور نوع من التسوية نوع من التعويض ولكن مو كامل فيه نقص جزء من المسئولية راح تضطر انت انه تعاوضها انت انه تقبل خسارتها قبولك قبولك انه مثلا لوكان لك نفرض لوكان لك عشرة الاف دينار ضد اشخاص معينين فهني احتمال انه راح تحصل ستين سبعين ثمانين بالمية من المبلغ اوكي تسوية او نجاح في القضية ولكن مو بشكل كامل او مثلا حتى تخسر نوع من اوقات في قضايا المحكمة يعاوضونك عن اشي كثيرة لما تأتي بالادلة بس في اشي معينة ما يعاوضونك عنها هاي نوع من الطاقة انزيل خلصنا من الامور القانونية بنشوف الحيش شنو راح تكون امامكم والطاقة اللي تتحداكم خلال شهر سبتمبر طاقة الاستفزاز او التحدي ادكشن الادمان بالضبط نفس اللي حسيت اهني بخصوص امور الصحة في تغييرات جذرية ان تحتاج تسويها يا برج الميدان احس اكثر شي هذا الشهر بخصوص روتينك اليومي في اشي انت هنا ما تقدر انك تتخلص منها عندين جزء من طبيعة يومك مثلا جلوسك امام التلفاز كتلك عملك المكتبي طبيعة عملك عملك فيه تضطر ان تحمل اشياء ثقيلة اشي كذي راح يكون الصعوبة في هاي الشهر والامتحان لك ان شلون شي تعود عليه وان كان مؤلم وان كان يضرك ولكن انت تعود عليه لفترة طويلة وشلون راح تقدر تغيره اتبدل هاي الطاقة انزيل اتبدل مثلا تعودك ان انت تنسى نفسك امام شاشة الكمبيوتر اثناء العمل تنسى نفسك اثناء ما كذا كذا نسيانك لنفسك ان تكون دائما منتبه لجسدك وضعيتك في الجلوس كيفية طريقة استخدامك لجسدك احسيني ان الامور الجسدية هي اللي راح تكون تحدي امامك خلال هذا الشهر في شي مضرلك وانت لكن مضطر انك تستمر في عمله خلا نشوف الطاقة اللي راح يتعاونك خلال هذا الشهر كارت واحد فقط خلال هذا الشهر احتمال كبير ان احد الاصدقاء احد المعارف شخص مقرب منك يا برج الميزان راح يكون مر بنفس التجربة بنفس طاقة التحدي او بنفس حتى الصعاب امامك خلال هاي الشهر شخص جدا مقارب لك في العمر في تجارب الحياة في قصته في الباكبراند ستوري حتى قصته من وين اتها وشلون كون نفسه وشلون تخطى هاي المصاعب اللي قاعدة تتحداك خلال هاي الشهر راح يكون في طريقك شخص جدا تقدر تستفيد من تجاربه لانه تجاربه قريبه من تجاربك وضعه حتى قريبه من وضعك اذا انت منفصل او منفصل اذا انت متزوج عندك لحد الان مثلا بيبي واحد فهو ايضا متزوج هاي النوع من الطاقة تأتون من نفس البلد تعملون في نفس الوكان هاجرتوا مع بعض في نفس الوقت مقاربة مقاربة مع الشخص راح يكون احسى بالعادة مو صديقك ولكن خلال هذا الشهر راح تجمعكم القصه المشتركه ويفيدك في تجاربه هذا هي الطقس المعاونه خمسه الخماسيات احسى ان اكثر شيء اه اوكي المفاجئه من اجل برج الميزان عزيزي برج الميزان خلال هذا الشهر راح يقدم اتونك الكثير من الاشخاص حاملين القيل والقال القيل والقال عن اشخاص انت تعرفهم اشخاص مقرب منهم اشخاص احتمال جديدين في حياتك منذين؟ هذا الشخص جديد في حياتك ابتديت معه صداق بعدين تسفيدون من تجارب بعض راح يأتي شخص او عدو او منذين؟ بينكم يحاول ان يفرق يحاول ان يخرب بينكم يحاول ان يبعد التحالق مع الشخص اللي قلت لك هني راح يأتي بطريقك ويساعدك على المرور او الاستفاده من تجارب تجاربه منذين؟ راح يكون في بعض من هاي النوعية من هاي الاشخاص اللي يبقون وان كانوا ما يقدرون يفيدونك المفاجأة ان في ناس يدعون انهم يقدرون يساعدونك وما يقدرون يساعدونك ولكن في نفس الوقت يريدون ان يكونوا في حياتك وعندهم اسرارك ما يقدرون يفيدونك يريدون ان يبقوا لمجرد البقاء لمجرد الفضول هذا هي المفاجأة الكثير من الفضوليين خلال هذا الشهر عزيزي وجميز احبت كامل شخص شكرا شكرا